كما أكد رئيس السيسي أن كافة المشروعات التي تفتتحها الدولة سيتم طرحها في البورصة المصرية لإهتاحة فرصة التثمار جيدة للمصريين مشيرا إلى أن الدولة تشجع المستثمرين على المشاركة في هذه المشروعات سواء بالعمل بمفردهم أو العمل مع الحكومة الحاجات التي نفتتحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب ومتاحة للنهاية التطرح في البورصة طب ليه؟ عشان ندي فرصة لمواطنين أنهم يجدوا فرصة للإستثمار في مجالات أخرى عائدها مضمون من نسب كبيرة جدا جدا ويبقى فيه فرصة أنهم يستفيدوا بأموالهم بشكل مختلف طب للمستثمرين نحن معاكم معاكم بأن أنتم تخشوا وتشتغلوا معنا في هذا الموضوع طيب تشتغلوا معنا والذي تشتغلوا لأحدكم الذي أنتم عايزين يا دكتور مصفة عايزين لأحدكم قوي هنسهل معكم الأمور وأنا بنتهزها فرصة في الافتتاح عشان أتكلم على هذه الحكاية عايزين أنتم موجودين معنا قوي من أول الشركة دي وأنا قلت قبل كده رمال السعودة قبل كده لما افتتحنا المجمع بتاحنا أو المصدع بتاحنا كل ما هو متاح كل ما هو بنعمله متاح لكم تعالوا ونحن نتكلم كلام برضو تاني هو مش للسهلاك المحلي يعني والمشاريع دي مشاريع استثمارية بتجيب عوايد مستقرة سواء للسوق المصري أو للسوق للخارج وبالعملة الحر فإحنا بندرسها ياسر يعني بدون تكليف كده أنا شلت الجيولوجيا يعني لا الأستاذ ياسر يعني بندرس كويس أو كيف نعظم من وده الحكومة دكتور مصطفى قبل ما نقعد هنا قلنا كيف نخلي الهيئة المصرية تبقى أكثر يعني فاعلية وحركتها أكثر عشان موضوع أنك أنت مقيد قوي بالبيروقراطية بتاعت أنت تبعني يعني تبع مين تبع المالية ولا تبع البترول ولا فدرسوها دكتور مصطفى ونشوف بحيث أن احنا نتحرك فيها يعني هنا يعني مش عايزة تدخل في الموضوع ده لكن أنا إن كان الموضوع ده يعني أنتو عارفين كويس قوي العوايد بتاعت الكلام ده قد إيه يتعرض علي عشان ممكن أو ناخد القرار ونترح ونقول للمستثمرين المصريين إحنا مستعدين نخش نكمل المرحلتين ثلاثة أو اللي فضلين خلال السنة أو اثنين اللي جايين كإجراءات لكن يتعمل المصنع فيها دي طبعا تبقى للشق الفني للشركات اللي هي الأجنبية اللي بتشتغل معنا في الموضوع